بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان عدنا والعود أحمد نحن نعود إلى قسوة القلب شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فأوصاه أن يمسح على رأس يتيم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحل يوحى طيب هل مسح رأس اليتيم يذهب القسوة؟ قال بلى لماذا؟ لأن الذي قالها حبيب الرحمن سبحان الله لما مات جعفر ابن أبي طالب تعلمون أن جعفر استشهد في غزوة من أعظم الغزوات في الإسلام الحديث عنها إن شاء الله نتحدث عنه في مناسبة قادمة لما استشهد جعفر ابن أبي طالب وكانت شهادته آية من آيات الصبر والصمود تحتاج إلى حلقة لما استشهد تعهد النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده وأخذهم معهم إلى بيته سبحان الله فأمهم ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله إني أخاف عليهم من يتمهم وحاجتهم ماذا قال الحبيب المصطفى؟ العيلة تتخافين أنا وليهم في الدنيا والآخرة أتخافين أتخافين العيلة؟ أتخافين الفقرة؟ أتخافين الخصاصة والحاجة؟ أنا وليهم في الدنيا والآخرة لماذا؟ لأنهم أيتام أما رأينا اليتيم من هو وليه؟ وليه محمد صلى الله عليه وسلم وولي محمد الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله يقول الله ولي الذين آمنوا فإن كان الله مولاك أما زلت تخاف ضعفا وفقرا كن كما يريدك رب العزة سيكون وليك ويكون نصيرك أنت تقف أمام وال تستدره عطفا تقف أمام معتمد تسأله معونة تقف أمام وزير أو رئيس تحتاج إلى أيام لتقف ببابه وباب الله مفتوح لكل قادم ولكل طارق فهل لا وقفت ببابه يوما؟ أنت إذا أعطيت خمس دقائق مع وزير أو رئيس أول لطبلت وزمرت ليل نهار وذكرت في كل مجلس أنني جلست مع فلان أو فلان أو فلان والله يمنحك الوقت لأن تجلس معه في كل وقت المسؤول أخي المؤمن وأنت أعلم مني تحتاج إلى إذن لتجلس معه ويحدد لك المكان والزمان ويحدد لك الوقت الذي ستجلس معه فكلما طال الزمن شعرت بأنك قريب منه أني جلست مع فلان ربع ساعة نصف ساعة جلست مع الرئيس ساعة وأنت عندما تريد أن تجلس مع الله أنت الذي تحدد الزمان وأنت الذي تحدد المكان وأنت الذي تحدد الفترة التي ستخضيها في رحاب الديان وهو منصط لك سامع إليك تسأله حاجتك دون حراج فأيهم أعظم تركت الله وذهبت إلى من دونه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إذن أخي المؤمن نعود إلى حديثنا اليتيم الذي لا نصير له فقد الأب وفقد السند وفقد المعين فكن له أخا وكن له أبا امسح على رأسه الله سبحانه وتعالى عندما نزلت آية هناك آيتان جميلتان نزلتان على حبيبنا صلى الله عليه وسلم آية ولا تقرب مال اليتيم إلا لبلة هي أحسن وآية إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لما نزلت هذه الآيات احتجب الناس عمال اليتيم وطعامه خوفا من أن ينالهم لهم بعض غضب من الديان فما كان أن ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله ما يخافون فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إذن يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير عنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رهيب جدا يقول فيه اجتنب السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات إذن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات المهلكات الماحقات التي لا تبقي ولا تذع إذن إياكم إخوة الإيمان من مال اليتيم علينا أن نرعى ماله أن نحفظ حقه أن نمسح على رأسه أن نكرمه أن نتولى أمره أن نعطيه من حبنا وحناننا لأنه أحوج بالحاجة ولأن الخير لا يعود له فقط إنما يعود علينا بالنفع لماذا؟ لأنه سبيل إلى دخولنا الجنة طيب النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى حذر من التعامل مع اليتيم بقسوة الله ماذا يقول فأما اليتيم فلا تقهر إياك أن تقهر أما اليتيم فلا تقهر لماذا؟ لأن الذي سيدافع عنه هو رب كريم طيب الله سبحانه وتعالى يريد أن يحدثنا عن فضلك لليتيم طيب ما هو هذا الفضل الذي ستعطيه لنا يا رب قال سادثنا العلماء أول فضل يتأتى على صاحبه بالخير العميم في الدنيا والآخرة لأنك إن كفلت يتيما أو رعيت يتيما فقد نلت وفزت برضاء الله سبحانه ومن فاز برضاه تنعم الله عليه بالدنيا والآخرة طيب الأمر الثاني إخوة الإيمان قال وهو الأهم إخوة الإيمان أنك تساهم في بناء مجتمع سليم من الحقد والكراهية والبغضاء والحسد لماذا؟ لأن هذا اليتيم إن وجد من يحنو عليه تمنى لصاحب الخير بنماء ماله ببركة في عمره بالبركة في أولاده بالبركة في زوجه وماله تمنى الخير فإذا كان كل يتيما يتمنى الخير لمن أزدى إليه معروفا لمن مد له يد العوني إذن انتفى الحقد انتفى الحسد انتفى الكراهية فأصبح المجتمع المسلم متكافئا متضامنا متكاتفا القوي يحنو على الضعيف والغني يحنو على الفقير سبحانك يا الله إذن انتفى كل انتفت كل مظاهر الحقد والبغضاء الأمر آخر نقطة نريد أن نقف عندها هي أن في برك لليتيم وعطفك على اليتيم شهادة من الله أنه يحبك شهادة من الحبيب المصطفى أنه يحبك شهادة كما تعطى شهادة شهادة تقديرا واستحسان في المدارس إنما هي شهادة وأعظم منها شهادة عندما يعطيك رب العزة شهادة الرضاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن نزداد علماً في طاعته إخوة الإيمان ارفعوا أكفكم إلى الديان عسى أن يكون بعد حديثنا هذا نفحات من رب كريم يشعر نسأل الله أن يشعر فيها بصدقنا وذلنا وضعفنا وحاجتنا نقول له يا الله يرافع السماء بلا عمد يا باسط الأرض على ماء قد جمد جئناك بقلوب مضطربة واجفة خاشعة جئناك بعيون دامعة فأمنها يوم الفزع يا كريم أمنها يوم الفزع يا كريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم آمننا يا حبيبنا يوم يخاف الناس واسترنا يوم يفضح الناس وارحمنا يوم يعذب الناس ليس لنا رب سواك ندعوه ولا إله غيرك نرجوه اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ردنا إليك ردا جميلة أجب دعانا بكرمك مولانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل لهم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان وإلى أن نلتقي معكم إن كان لنا في العمر بقية في حلقة خادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة